اهلا بكم في هذه التغطية المباشرة لتطورة الاوضاع في قطاع غزة بالامس اعلن الرئيس الامريكي جو بايدن اثناء جولة انتخابية في ولاية نيويورك انه بحلول الثالث من مارس سيتم الاعلان عن هدنة بين الفلسطينيين والاسرائيليين بمناسبة شهر رمضان هذه التصريحات لم يبدو لها اي اساس على ارض الواقع وما اكد ذلك هو استغراب الجانبين اسرائيل وحماس لهذه التصريحات خاصة ان مفاوضات باريس الجارية حتى الان لم تعلن عن توصل الى اتفاق حقيقي بخصوص تهدئة او تبادل الاسرة ما هي افق التصريحات بايدن وافق التوصل الى هدنة في ظل المعطيات الحالية اسئلة نطرح على ضيفنا الكريم في هذه الوقفة الاستاذ محمد عز الدين مدير تحرير الاهرام اهلا بحضرتك اهلا بك يا سمد اسمح لنا في البداية نخرج سريعا ومع مشاهدين لنتابع هذا التقرير عن اخر مستجدات المفاوضات والاوضاع في قطاع غزة دور ثابت لا يتزعزع تلعبه مصر بجميع الاتجاهات لتوفير ضمانات الاستقرار بالشرق الاوسط وعلى رأس الاولويات المصرية القضية الفلسطينية واصبحت مهمتها الاساسية وضع نهاية للحرب الاسرائيلية على قطاع غزة ووقف نزيف الدماء الفلسطينية وانفاذ المساعدات الانسانية للقطاع المنكوب فلطالما كانت وستظل مصر المساندة الاكبر لقضية العرب الاولى القضية الفلسطينية في سياق متصل تواصل مصر جهودها من اجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق حيث اقامت مخيما ثانيا للنازحين داخل خان يونس يضم اربعمائة خيمة ويتسع لاكثر من اربعة الاف شخص من جهته قال مسؤول الهلال الاحمر المصري للاغاثة محمد حسن ان المخيم رقم اثنين في خان يونس يضم كافة الخدمات اللوجستية واشار مسؤول الهلال الاحمر المصري الى انه يتم التجهيز حاليا لاقامة المخيم رقم ثلاثة بالتعاون مع الهلال الاحمر الفلسطيني مؤكدا انه سيتم انشاء مستشفى ميداني داخل رفح الفلسطينية خلال اسبوع بحد اقصى وتهدف مصر الى اغاثة وايواء وعلاج اهلاف الفلسطينيين النازحين جراء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة بالتزامن تواصل مصر ادخال المساعدات عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء ويتم تسليم الشاحنات الى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين اونروا والهلال الاحمر الفلسطيني في هذا السياق يأتي التنسيق المصري الفلسطيني من اجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الابادة الجماعية على قطاع غزة ومنع تهجير الفلسطينيين من اراضيهم والتصدي لتصفية القضية الفلسطينية ووقف حالة الانقسام الفلسطيني وتحقيق الوحدة الفلسطينية التي تقف حائط صد ضد اي مخططات اسرائيلية للانفراد بتحديد مستقبل قطاع غزة اهلا بكم من جديد استاذ محمد في اي سياق نضع تصريحات بايدن صحف واوسط امريكية فصرتها بان مجرد دعاية انتخابية لا اسس لها على ارض الواقع بكل تأكيد بها جانب من الحقيقة ولكن لم يتم حتى الساعة التوصل لاتفاق ملزم بين الطرفين على الرغم من الجهد الكبير الذي تلعبه مصر وايضا الولايات المتحدة الا انه لم يتم الاعلان حتى الان وان كانت المفاوضات دائرة ولكن هناك لمحة من التفاؤل خاصة مع الضغوط الكبيرة الخسائر التي يتكبدها جيش الاحتلال في غزة بالاضافة الى الامر الانساني المتعلق بشهر رمضان وايضا الضغوط الداخلية على اساسة الاسرائيليين للافراج عن بعض الاسرع وانها فرصة حقيقية قد يبدو التوقيت مناسبا لها اكثر من اي وقت اعتذر عن المقاطعة السريعة ولكن هاك قلت انه يبدو انه هناك هناك اساس يستند عليه الرئيس الامريكي يعني صحف كثير امريكية بعض المسؤولين قالوا انه الرئيس بايدن قال انه استمد هذه المعلومات من مستشار الامن القومي جيك سوليفن وانه ليس هناك ما يترجم يعني سرعة التواصل هو قال بحلول الثالث من مارس بمعنى انها ايام قليلة تفصلنا عن هذا الاعلان فما هي الموطيات التي يمكن ان يستند عليها هناك محاولة من الجانب او الادارة الامريكية الحالية بالطبع الرئيس بايدن لاثبات وجود الولايات المتحدة في التخفيف على الاقل من الصورة المشوهة للولايات المتحدة او الدولة الامريكية باعتبارها الرعية الاساسية او الحليف الاستراتيجي الاول في المنطقة بالاضافة الى الضغوط المتزيدة والمخاوف من خسارة الانتخابات المقبلة خاصة مع الحادثة التي انتحر فيها احد الجنود امام سفارة الاحتلال دولة الاحتلال في واشنطن وبالتالي هناك ضغط داخلي ايضا من الشعب الامريكي والمؤسسات الامريكية لمحاولة لعب دور اكبر والضغط على الجانب الاسرائيلي في هذه المفاوضات على الجانب الداخلي في اسرائيل هناك ضغوط ايضا متزيدة على نتنياهو وهناك ضغوط متزيدة من اهالي الاسرائيليين على افراد الحكومة وهناك ايضا ضغوط دولية من جانب الدول الرعية للسلام وفي مقدمتها بالطبع الدولة المصرية بالاضافة الى العامل والجانب الانساني خاصة مع تصاعد اعداد الشهداء بشكل كبير وتجاوزهم 30 الف شهيد بالاضافة الى عشرات الالاف من المصابين ومثلهم ايضا تحت الانقاض من العمليات العسكرية اضف الى ذلك ما يتم تسريبه من جانب العمليات على الارض في غزة اليوم قتل ضابطان اسرائيليان من احد الوية النخبة القوات الخاصة الاسرائيلية بالاضافة الى الخسائر التي يتم التكتيم عليها بشكل كبير جدا بفضل آلة الاعلام الاسرائيلية والتغافل او التجاهل الدولي طيب يعني هل الخسائر الاسرائيلية هي التي ستكون الدافع وراء الموافقة على الهدنة ام هناك ضغوط ام هناك حسابات اخرى اسرائيلية هي ضغوط لا يمكن فصل احدها عن الاخر الضغط الدولي الزرف الدولي الحادث التوقيت الزمني المتعلق ايضا بشهر رمضان وضغوط التي تمارسها الدول الدعمة للسلام بالاضافة الى التراجع الكبير في شعبية الادارة الديمقراطية الحالية ورغبة بايدن في تحقيق اي نصر انتخابي يدعمه في الانتخابات المقبلة خاصة مع تراجع استطلاعات الرأية التي تؤيد بايدن بشكل كبير وتدفع بالاتجاه نحو المعسكر الجمهوري ايضا الضغوط الداخلية التي يمارسها اهالي المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية بالاضافة الى المحاولات الدؤوبة والمفاوضات التي تقودها مصر برعاية الولايات المتحدة في باريس وحديث عن ربما قد يكون في الايام المقبلة انفراجة حقيقية وتراجع عن الموقف المتشدد الذي يقوده نتنياهو وخاصة ان هناك معارضة كبيرة في الداخل الاسرائيلي داخل اركان الحكومة الحالية واتجاه لتنحية المتشددين جانبا على الاقل هذه الفترة او على الاقل لتحقيق نصر قد يعتبره سياسيا ويبعده عن دائرة الفشل التي تلاحقه اينما كان وخاصة ان الانتصارات على الارض لم تتحقق كل ما تحقق هو قتل وابادة الشعب الفلسطيني بالاضافة الى التراجع الكبير في صورة الولايات المتحدة وايضا اسرائيل على المجتمع الدولي وخاصة العقب المحكمة الدولية نعم طيب يقال ان حمس تسلمت مسودة يعني الاتفاق الناتج عن مسار باريس اول هذه البنود متعلق به هدنة لمدة 40 يوما فكرة الهدنة في مقابل مطلب حماس الذي كانت مصر عليه هي وقف الاطلاق النار هل هذا يعتبر انتصار لاسرائيل ام انه مرون من حماس كخطوة تؤدي الى خطوات اخرى الامر لا يتعلق فقط باطلاق النار حماس حسب الانباء الوردة وما تبعته من الصحافة الغربية ترغب في ان يكون هناك عودة غير مشروطة الى الشمال وشمال غزة وابتعاد قوات الاحتلال الاسرائيلي عن قلب غزة انا سنأتي الى باقي البنود اعتقد هذا الجانب تحديدا اعتقد انه جانب ايجابي وايضا ابتعاد عن ما يصفه البعض بانه تشدد من جانب حماس وهذا الامر يمكن ان يفضي بالاضافة الى امور اخرى ومفاوضات المستمرة على مدار الساعة يمكن ان يفضي ايضا الى انفراجة جديدة بالطبع نعم اعتبر واعتفق مع حضرتك في هذا الامر تحديدا طيب يعني اربعين نتحدث عن اربعين يوم كل يوم في مقابل رهينة او محتجز او اسير اسرائيلي لدى حركة حماس هناك شروط للمحتجزين الذين سيتم الافراج عنهم اعتقد يعني كبار السن السيدات المرضى صحيح بالطبع اربعين رهينة في مقابل ربعمائة اسير فلسطين بالطبع اسير فلسطيني وبعض منهم يمكن ان نسميه الصيد الكبير بالنسبة لاسرائيل مع اشتراط الافراج عنهم وعدم اعتقالهم مجددا سواء بقوا في قطاع غزة او توجهوا الى اماكن اخرى نتوقع ان يكون فيهم اسماء كبيرة من المفراجات بالطبع بهم اسماء كبيرة وتدور المفاوضات حولهم ولكن المعدلة الصفرية التي كانت تجري وراءها حماس في البداية تراجعت كثيرا وبفعل ان السنوار وهو القائد الحالي لحماس كان احد المحتجزين الذين تم الافراج عنهم في الماضي وبالتالي هذا الامر يسبب مشكلة حقيقية لأساسة وايضا نقطة يتكئ عليها المتشددين في الحكومة الاسرائيلية لعرقلة الوصول لاي اتفاق رغم ضغوط الدولية الممارسة على الجانب الاسرائيلي طيب يعني هذا الاتفاق ما هي اهم العرقيل التي تقف امامه الان الهم العرقيل هو الضمار الكبير بالاضافة الاعتراض اسرائيل كليا على الانسحاب من النقاط التمركز التي حققتها وهي اعتبر انها نقاط وهمية في الواقع لان لا يوجد انتصار على الارض بل ان اسرائيل حاولت مد الاشتباكات والتوترات الى مناطق ودول اخرى كما رأينا في الارق وفي سوريا وايضا في لبنان جنوب لبنان بالتالي اعتقد ان الفشل العملياتي الكبير الذي وجهته اسرائيل على الارض ورغم اعادة التمركز للمرة الثانية للقوات وايضا قوات النخبة وايضا انسحاب بعض قوات النخبة الامريكية بسبب الخسائر وعدم توقع تحقيق نصر على الاقل في مدى شهور اعتقد ان كل هذا يضغط بقوة على العمليات وما يتم التمسك به حاليا هو استماتة للبقاء في المواقع السياسية على الرغم من الدعم الكبير من الاحزاب الخمس التي تؤيد الاتلاف الحاكم الحالي الذي يقود نتنياهو وهي تعتمد وترتكز بشكل كبير على اليمين المتطرف نأتي الى باقي البنود المتعلقة بالمساعدات وادخال الشاحنات والى اخره لان الوضع في غزة اصبح مأساوي الى حد كبير فاهم النقاط فيما يتعلق بالمساعدات اهم النقاط ستكون في اتاحة الفرصة لعدد اكبر من الشاحنات بالاضافة الى ادخال المساعدات الطبية بالاضافة الى اخلاء المناطق التي يرتجز فيها بعض الجنود الاسرائلين وقوات جيش الاحتلال وبخاصة المدارس والمستشفيات ومحاولة اعادة تأهيل ولو بشكل جزئي لهذه المنشآت الطبية خاصة ان هناك بدأت بعض الامرات تستشري ليس فقط الاستشهاد او الجرح من العمليات العسكرية ولكن هناك ايضا تراجع في مستوى الصحة العامة بما ينذر بكارثة حقيقية خلال الايام المقبلة وايضا بسبب ايضا قدوم شهر رمضان المبارك وهذا الامر يمثل عائق نفسي كبير جدا لأي جانب من الجوانب من الاطراف التي تتفاوض على ايجاد هدنة حقيقية يمكن البناء عليها في المستقبل لوخف نهائي للعمليات العسكرية في غزة طيب يعني هذا الاتفاق المبدئي يتضمن ادخال خيام وزيادة في الهواء لكن ماذا عن فكرة عودة اللاجئين الى مناطقهم او اجلاء جزء ممن هم متمركزون في رفح الى مناطق الوسط والشمال الجانب الاسرائيلي للأسف حتى الساعة يعترض على هذه الامور ومعظم الفريق المفاوض من حماس في المفاوضات سواء المفاوضات المباشرة في باريس او عن طريق الاتصالات بمصر ودولة خطر ايضا اعتقد ان هناك تمسك لكل من الجانبين ولكن اعتقد ان الوقت يداهم واختراض شهر رمضان والرغبة في تحقيق اي انتصار سواء من الجانب الاسرائيلي او الجانب الامريكي على الارض وتخفيف الوضع المتوتر بشدة في المنطقة قد يدفع لي انفراجة اعتقد انه لا يمكن الحكم من الان قبل مرور على الاقل اسبوع او الايام المقبلة القليلة حتى نهاية الشهر او بداية الشهر المقبل حتى يكون هناك جلاء للرؤية وقدرة على الحكم بشكل افضل فيما يتعلق بوقف اطلاق النار لهذه الفترة الطويلة التي اعتبر انها اذا حدثت اعتقد انه سيكون هناك انفراجة حقيقية في الوضع المتأذن منذ شهور ماذا عن العملية في مدينة رفح العملية العسكرية هي حتى الان اسرائيل لم تكتح بريا هي تقول انها مصممة على المضي في هذه الخطة يعني في حل دخل الطرفان في هدنة ما هو ماقف العملية في رفح اعتقد انه سيتم العمل في قطاع المعلومات بدل من قطاع العمليات فيما تعلق بالقطاع فيما تعلق بالجيش الاحتلال هذا امر بديهي وتكتيكي واستراتيجي فيما تعلق بالعمليات العسكرية على الارض ولكن حتى انشنت قوات جيش الاحتلال العملية العسكرية على الارض اعتقد ان المكاسب الحقيقية ستكون ضئيلة للغاية وسيكون هناك حدوث عدد كبير في الشهداء من الجانب الفلسطيني بالاضافة الى خسائر كبيرة في الارواح والاليات التي يحرص جيش الاحتلال الاسرائيلي على اخفاءها بشكل كبير حتى عن بعض الجنود والمتواجدين في عمليات الاجتياح بعد التمركز الثاني لقوات جيش الاحتلال واختربهم من مدينة رفح لا اعتقد ان تكتيكيا على الارض واستراتيجين يمكن تحقيق اي انتصار وكل ما يحدث الان هو قصف وحشي لبعض المناطق سواء كانت خارج رفح او حتى بعض الاختراقات التي تم قصف فيها واستشهاد عدد كبير من اشقائنا في فلسطين طيب كان يتخوف نتانياهو دائما من وقف الحرب لانه في اللحظة التي تلي ذلك سيتم احطه للمحاكمة بتهم كثيرة جدا وبالتأكيد من ضمنها ما حدث فيه السابع من اكتوبر مع الهدنة هل هذا يضمن لنتانياهو بقاءه في المنصب ولا سيكون هناك تغييرات استغلالا لفترة الهدنة ولا اعتراضات على وجود نتانياهو اعتقد انها ستكون فترة لمراجعة كل الاطراف لموقعها سواء كان موقف سياسي او موقف عملياتي على الارض بكل وضوح لم يحقق جيش الاحتلال سواء هدم قطاع غزة وارتكاب مذابح وضعت الدولة الاسرائيلية في حرك كبير سيستمر لسنوات طويلة الامر لا يقتصر على ما حدث الان هذا يقترب بل يفوق في اعداد الشهداء الفلسطينيين النكبة الاولى بالاضافة الى الوحشية الكبيرة والاصرار على امر غير ممكن محاربة اشباح القضاء على حماس او القضاء على المقاومة الفلسطينية هو عملياتيا مستحيل وبالتالي لا اعتقد ان القادة العسكريين يرغبون في تحقيق نصر عسكري كل ما يرغبون فيه هو الكشف عن اماكن بعض الاسرة او الافراج عنهم بصفقة اما تحقيق النصر على اسكري فهو صعب وصعب للغاية واعتقد انه لا يقترب حتى من حدود التحقيق على الارض الواقعية طيب يعني مرحلة ما بعد الحرب هل سيتم مناقشاتها خلال فترة الهدنة ولا لابد ان يتم التواصل الى اتفاق كامل لوقف اطلاق النار حتى يتم الترتيب لما هو بعد ذلك اعتقد ان النقطة الفصيلة ستكون هو الاتفاق ومراجعة كل المواقف بالنسبة للطرفين الرئيسيين بالاضافة الى الضغوط الكبيرة الممارسة من الولايات المتحدة والدول الدعمة للسلام مثل مصر وايضا بعض الدول كدولة قطر اعتقد انه يتوقف على القبول بداية بوقف اطلاق النار وصفق التبادل الاسرة هذا الامر اذا تم خلال الايام المقبلة الاسبوع المقبل اعتقد انه يمكن البناء عليه بشكل حقيقي للمراحل المقبلة سواء كانت وقف اطلاق دائم او كانت لمرحلة الاعداد لما بعد الحرب والمفاوضات الصعبة واقول الصعبة التي ستكون على هذه النقاط تحديدا طيب نريد ان نتحدث عن الادارة الامريكية الرؤية الامريكية للوضع في الاراضي المحتلة الى اي مدى هذا مرتبط الان بالمرحلة الانتخابية القادمة هل يمكن ان نستشف خلال هذه الفترة اي رؤية امريكية حقيقية تجيه هذا الملف ولا كلها ستكون في اطار الدعاية فقط هناك رغبة حقيقية من الادارة الامريكية لتحقيق اختراق فيما يخص وقف اطلاق النار على الرغم من الدعم الكبير والمباشر للجانب الاسرائيلي وايضا تكرار كلمة القضاء على حماس في تصريحات الرئيس بايدن هذا الامر لا يمكن ان يتحقق على الارض من دون ضغط حقيقي على الجانب الاسرائيلي وايضا بقبول واقول قبول لانه للأسف في هذا الموقف لا توجد حلول اخرى سوى التوافق على الشروط سواء كانت معقولة او مجحفة لأي من الطرفين وبالطبع الطرف المتضرر هو الطرف الفلسطيني ما يحدث من الجانب الاسرائيلي هو عدوان والرغبة في اطلاق صراح الاسراء الاسراء اما الحقيقة او ما يخفيه اساسة الاسرائيليون فاعتقد انه ستكون هناك مفاوضات صعبة فيما يخص الايام المقبلة وفيما يخص الوضع عقب وقف اطلاق النار في غزة بشكل دائم طيب داخليا فلسطيني يعني الموقف بين الفصائل منظمة التحرير الفلسطينية الوضع فيما هو قادم خاصة بعد هذه الازمة الكبيرة كيف ترى في ظل ما حدث في الايام الماضية من موضوع استقالة الحكومة والرغبة في التغيير الى اخره من هذه الموضوع هي بوادر ايجابية هناك خلافات لا يمكن العقل ان يغفل هذه الامور هناك خلافات وخلافات حقيقية للأسف وفي السنوات السابقة لا اريد ان اقول حدث تغول من جانب حماس على قطاع غزة ولكن في النهاية ستوصف بانها قوة مقاومة للاحتلال الاسرائيلي على الارض وبالتالي اعتقد ان التوافق وقبول بعض التنازلات من جانب الاشقاء الفلسطينيين من كافة الفصائل الفلسطينية اعتقد ان سيكون له مفعول السحر في الايام المقبلة وخاصة في المرحلة اذا ما صارت الامور على ما يرام وصارت بشكل ايجابي في المرحلة التي ستعقب وقف اطلاق النار والبدء في مرحلة جديدة لترتيب الاوضاع وابارة قطاع غزة هذا الملف شائك للغاية وهناك تشدد من جانب اسرائيل وايضا تمسك بالحقوق او ما يمكن ان نسميه بالوضع الذي كان قائما خلال السنوات السابقة عندي سؤال فيما تعلق بترتيب البيت الداخلي او الوضع الداخلي في الاراضي المحتلة بشكل عام من اين تكون نقطة البداية يعني التوافق فصائليا بداية حوار الفصائل الوصول الى توحيد الصف هل هذه نقطة البداية بكل تأكيد لابد ان يكون هناك اتفاق الاتفاق يعطي قوة فوضية اكبر في اي عمليات مستقبلية سواء كانت في الداخل او في الاطراف الدولية او مع جيش الاحتلال والحكومة اليمينية المتطرفة الموقف الموحد والتمسك ببعض ما يمكن الاتفاق عليه بشكل متسلسل وشكل متناغم يمكن ان يفضي الى قوة ضغط الحقيقية وموقف تفاوضي اقوى اما اذا كان هناك تمسك ببعض الامور ستكون هناك تعقيدات ولا نتمنى ذلك نتمنى ان نرى امور ايجابية فيها لانه سنوات طويلة بكل تأكيد خضت دول كثيرة من بينها مصر فكرة الوساطة لكن هذا لم يحدث هل هو قبل للحدوث الان؟ الفرصة متاحة ما حدث في غزة هو كارثة انسانية ولولا الموقف المصري موقف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتم تصفيت القضية الفلسطينية لتم تهجير الفلسطينيين باتجاه الجنوب وباتجاه الاردن لو لا الموقف المصري والضغط الدولي الذي مورسه في المنتديات الدولية والتجامعات وكل اللقاءات لا انتهت القضية الفلسطينية واعتقد ان هذا الموقف سيكون له دور كبير في دعم الفلسطينيين سواء على الارض بتقديم المساعدات او بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية المتوازنة التي تضغط باتجاه اعادة الحقوق للفلسطينيين واقامة حل الدولتين ونشر السلام في المنطقة وتجنبها ويلات الحروب والتوتورات الاقليمية طيب بعد المصالحة والتقارب الداخلي التوحد الداخلي ايضا ماذا بعد؟ ما هي النقطة التالية فيما تعلق بالتعامل مع القضية؟ بتحديد الامور او الطرف المسؤول عن ادارة قطاع قزة هذا يخضع لمن؟ يعني يخضع للتوافق بين فتح وحماس بشكل رئيسي بالاضافة يبعينا اسرائيل وإن امريكا بالاضافة الى لا اريد ان اقول شروط ولكن المؤامات التي قد تفرض او يتم طرحها من الجانب الاسرائيلي او التوافق من الجانب الامريكي لا يمكن حتى اذا تم الاتفاق الداخلي اعتقد انه يجب بعض الترتيبات واعتقد ان الامم المتحدة او قوات حفظ السلام قد يكون لها دور في المستقبل اذا ما تم الاتفاق وتوحيد الاولا الجبهة الداخلية الفلسطينية ثم الاتفاق على بعض النقاط المتعلقة بالامن والادارة في القطاع طيب فكرة التهجير القصري يعني اصبح الحديث عنها صراحة بدأت بالحديث عن اهالي قطاع غزة وتهجرهم الى سيناء وتلميح بان ذلك سيحدث فيه الضفة وترحلهم الى الاردن ما هو المطلوب من فلسطينيا وعربيا لوقف هذا المخطط الاسرائيلي بكل تأكيد اتمسك بالارض لا يمكن ترد الفلسطينيين من اراضيهم او دفعهم او اجبرهم على ترك اماكنهم ايضا عدم القبول باي حلول قد يكون فيها تدويل للقضية الفلسطينية وبعد الفلسطينيين سواء كان مواطنه الضفة او مواطنه غزة عن اراضيهم الوضع الحالي السياسي والقانوني هو دولة تحت الاحتلال اسرائيل تنكث الوعود والعهود وتخرق الاتفاقات الدولية بل وترتكب المذابح غير الانسانية بحق الفلسطينيين بالتالي اعتقد ان الدعم من الدول وبالطبع في مقدمتها مصر التي حامت الخضية الفلسطينية بالاضافة الى الضوء الكبير الذي يمكن ان تلعبه الولايات المتحدة الامريكية في الضغط على الطرف الاسرائيلي تحديدا اعتقد انه سيكون له دور كبير في تحديد الوجهة المخبلة اولا وقف اطلاق النار ثم ادخال المساعدات الانسانية بشكل يسمح للحياة للفلسطينيين ثم بدء الترتيبات السياسية المتعلقة بادارة قطاع غزة بشكل كبير ثم البحث في اعادة الاعمار واعتقد ان الخطوة التالية قد تكون ونتمنى ذلك ان نرى في يوم من الايام اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة شكرا جزيلا استاذ محمد عز الدين مدير تحرير الاهرام على وجودك معنا في هذه الوقت الحوالية شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا وستمروا معنا في متابعتنا الاخبارية على مدار السعال إلى اللقاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا